التساعة صباحا بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرنتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي جلسة مباحثات قمة مع الملك عبدالله الثاني عهل الأردن ناقش خلالها تطورات الأوضاع الأقليمية وخاصة في قطاع غزة وأكد خلالها رفضهم التام لجميع محاولة تصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم أو نزوحهم داخليا كما شدد الزعيماني على أهمية عدم توسيع دائرة الصراع بما يتسبب في زعزعة الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي كما أكد الزعيماني أيضا أن هناك مسؤولية سياسية وأخلاقية كبيرة تقع على عاطق المجتمع الدولي نحو تنفيذ قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة استشهد ثمانية أشخاص على الأقل في غارات إسرائيلية على منزل في مخيم نصيرات وسط طاق الطاع غزة كما شنت طائرات الاحتلال غارات جديدة على وسط مدينة خان يونس مما أسفر عن وقوع شهداء ومصابين وفي مدينة رفح أفاد شهود عيان بأن الاحتلال الإسرائيلي قصف عدة منازل ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات توصلت الاشتباكات العنيفة بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة بقطاع غزة وأوضحت كتائب المقاومة أنه تم استهدف سبع آليات عسكرية إسرائيلية بعدة قذائف في مخيم جاباليا ما أدى لوقوع عدد من الجنود الإسرائيليين بين قتيل وجريح وأشارت كتائب المقاومة إلى أنه تم استهداف ثلاث آليات عسكرية في محاور التفاح والشيخ رضوان بمدينة غزة من جانبه أعلن جيش الاحتلال مقتل ثلاث جنود وإصابة سبع آخرين في معارك بقطاع غزة وصل الاحتلال الإسرائيلي اقتحام عدد من المدن والبلدات بالضفة الغربية وأفادت توكلة الأنباء الفلسطينية بإصابة فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية وذلك خلال المواجهات في محيط دوار المنارة وسط مدينة رامالة كما اندلعت اشتباكات مسلحة أيضا في عدد من مدن الضفة الغربية حيث شاملت مدن جنين وتولكرم وكذلك الطيرة وشعفات وقلقلية كما شامل الاقتحام الخليل والعساوية في القدس وأريحة ونابلس جدد الرئيس الفرنسي إيمالوين ماكرو الدعوة إلى وقف إطلاق نار مستداما في قطاع غزة وخلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلية بنيامين نيتانياهو شدد ماكرو على ضرورة العمل على وقف الخسائر الفادحة في صفوف المدنيين وحالة الطوارئ الإنسانية المطلقة والتي يواجهها سكان المدنيون في غزة وأضافت الرئاسة في بيان لها أن فرنسا ستعمل خلال الأيام المقبلة بالتعاون مع الأردن على تنفيذ عمليات إنسانية في غزة قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الجيش الأمريكي نفذ بناء على توجيهاته ضربة استهدفت منشآت في العراق والسورية يستخدمها مسلحون لتوجيه ضربات ضد المصالح الأمريكية وأكد بايدن أن الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ المزيد من الإجراءات حسب الضرورة والمناسبة وذلك للتصدي لأي تهديدات أو هجمات وتعرضت القوات الأمريكية على الأراضي العراقية والسورية لما يزيد على 110 أهداف استهدافات منذ اندلاع العضوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة